لازلت أقرأ من البخاري صفحة 142 كتاب الأذان باب 115 بسنده أيضا الحديث بدأ حدثنا عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة حين ذهب الأمير إلى العراق وبعد واقعة الجمل عمران بن حسين يقول صلى هو صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله اهدري شات شنتوا صلون صلون صلاة هي يوم اللبن يا صلاة صلون ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله الرواية أيضا تأتي رقم 786 من باب 116 وفي صفحة 149 من باب 144 رقم الرواية 826 وأيضا في صفحة 149 في باب 144 رقم الحديث 826 أنا لست بصددي تتبعي أحاديثي البخاري إنما جئت بالذي جئت به مثالا مثالا على التغيير والتبديل مع أن البخاري لا يذكر الأحاديث من دون تدليس لكن آثار التحريف والتغيير التي قام بها خلفاء سقيفة بني ساعدة واضحة وهذا شيء مما يشير إلى التحريف الكبير وإلى طمس الحقائق من بعد ما قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو الذي جرى في هذه الأمة في أوائلها والأمر هو هو جرى في أوائل الغيبة الكبرى بالنسبة للشيعة بلية السنة بالصحابة وبلية الشيعة بمراجعهم لا شأن لي بالسنة أولئك قوم لهم دينهم ولديني لكنني أتحدث عن صناعة الدين المزيل وأحد المواد الرئيسة في صناعة تزييف الدين ما يسمى بعلم أصول الفقه وهذا العلم علم شيطاني نشأ في أحضان أتباع سقيفة بني ساعد فلابد أن أذكر هذه المخدمة ما بين طمس الحقائق والتأسيس للتحريف الكبير في زمان خلفاء سقيفة بني ساعد إلى الركام الهائلي من الأكاذيب والافتراءات على رسول الله في الزمان الأموي إلى أن وصلنا إلى مرحلة صارت الأكاذيب لا تطاق فاضطر أتباع سقيفة بني ساعدة في الزمن العباسي إلى صناعة علوم لتمييز وتمحيص هذه الأكاذيب وهذا الركام من الضلال ومن الافتراء فمن جملة العلوم التي نشأت وأوجدوها ما يسمى بعلم أصول الفقه ترجمة نانسي قنقر